بنا بقى نروح على السريع لمنتخبنا وطبعا مبارح كان اول تمرين لمنتخب مصر بعد وصول كل المحترفين محمد صلاح ونني وتريزي جي طبعا كل اللعيبة ابتدوا التمرين مبارح باجتماع مع كيروش اللي تكلم مع اللعيبة عن اهمية هذه المباراة وعن اهمية تحقيق حلم المونديال طبعا الى جانب اسعاد المصريين الشعب المصري كله اللي حيتابع هذه المباراة ولا سيما الجماهير اللي ان شاء الله هتحضر في الاستاذ يوم الجمعة الجاي بالمناسبة عايزين برضو نقول لكم يعني على مدار حلقة النهار ده انه في شوية تعليمات امنية يعني مهمة جدا لكل الناس اللي حتحضر هذه المباراة حنقول لحضراتكم عليها كمان شوية علشان بس ايه محدش يخالف التعليمات من منطلق ان انا مكنتش اعرف اصلا محدش قال لي اصلا مكنتش واخد بالي انه وعدا من الامور مفيش مساحة لي يعني ان شاء الله فيه لقاء يوم الجمعة الجاي محتاجين كمان كلنا ننقل صورة اللعيبة باداءها الراقي والنتيجة اللي كلنا بنحلم بيها طبعا تبقى اللي شفناه من منتخبنا فيه اخر اربع مباريات تحديدا في امم افريقيا وبرضو ده اللي قاله دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالامس اثناء حضوره لتمرين المنتخب